قال محافظ المينيا أسامة القادي إن مدرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً يأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس سيسي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين كانت المدرية قد نظم تقافلة طبية بقرية نواي بمركز ملوي يومي الثالث والرابع من يناير الجاري تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1799 حالة مترددة وتم صرف الأدوية وعمل الفقوصات اللازمة لهم بالمجان